عملية غير مسبوقة لحركة المقاومة الإسلامية حماس اعتمدت المباغة اعتمدت بث الرعف في صفوف العدو أنت كشاعر معروف برهافة الحس كيف عشت هذه اللحظة وماذا قلت في ذلك بعد سماعك وبعد أن شاهدت اللقطات الأولى من هذه المعركة الحاسمة في تاريخ الأمة الحقيقة أن ما حدث في غزة لم نتعوده لم نسمع ولم نرى مثيلا له في تاريخ المقاومة الفلسطينية منذ 48 لذلك تعرف أنه تدعمر الحدث الإبداعي ما هو هو الإنشاء على غير مثال بمعنى ليس له مثيل يحتذى به لذلك أن هذا التاريخ 7 أكتوبر سيظل تاريخا محفورا في ذاكرة الأمة جميع الأمة وأنه المرحلة أتصور أنه مرحلة قبل النهائية في إنهاء هذا الكيان الغاصب هذا حسب ما أتصور الشق الثاني من السؤال أنك خصصتني به باعتباري شاعرا وهذا شرف لا أدعيه ولكن الإحساس بقيمة الكلمة باعتباري أن الشعراء هم أرباب كلام أحس به أيضا أحد طواغيت الكيان الصهيوني رابين حينما استمع إلى فدوى تقان في إحدى قصائدها وقال إن قصيدة تقولها فدوى تقان تجند بها عشرة من المقاتلين من المقاومة الفلسطينية إن قصائد فدوى تقان أخطر من الرصاصات من الرصاصات المقاومة الفلسطينية وعلى هذا الأساس هو الذي دفع الكيان الغاصب إلى قتل غسان كنفاني ومعين بسيسو وخليل حاول والقائمة طويلة في هؤلاء الذين كانوا بالكلمة يقاومون ولذلك فدوى تقان وآيات الأخرص وسلمة الجيوسي وسلمة البنة وإضافة إلى شاعر المقاومة محمود درويش وصفيه وخليله سميح القاسم ومصطفى زياد وغيرهم من الشعراء المقاومين من أبناء فلسطين لكن أيضا من أبناء غير فلسطين الذين ينتمون إلى فلسطين من العاطفة من أمثال ضفر النواب ونزار قباني الذي صدرت هذه الحلقة بقصيدته المتميزة يا تلاميذ غزة الحقيقة يا أساتيذ غزة هم الأساتيذ ونحن التلاميذ وعلى هذا الأساس أيضا أنا بودي أن أهدي هذه القصيدة لأبناء غزة وسميتها سلام إلى غزة المجهدة سلام على غزة المجهدة سلام على القدس حي الرجال وعرج على غزة المجهدة وألق السلام على فتية هم الواقفون بطول المدى لعل الزمان يعيد الحياة ويبني مع نصرهم موعدا ويسلي قلوبا رأته بعيدا وظنت من اليأس ألا غدا وهذا الشهيد تأز خطاه ليصنع نصرا طويل المدى أخي أنت حر بتلك القيود أخي أنت حر برغم القيود فليس يذيرك كيد العدى فأبصر ترى المجد في ساعديك وفي غزة القدس حين بدأ تغيظ به العابثين وتنجو وهل ضاع حق سليل الهدى سلام على القدس والواقفين إذا لاح في الأفق نجم بدأ ينير الطريقة بليل الغريق ويفتح للعابرين المدى على كل سلاما على أهل غزة لأنهم اليوم قاعدين بدماؤهم يذمخوا بها ويريوا بها الأقصى وفلسطين الحبيبة واليوم قاعدين هم لا يجهدوا اليوم في الأعادي ويعطيون لحظات من لحظات العزة في تاريخنا